بينها التحالف الشعبي خمسة أحزاب تعلن تضامنها مع المستاجرين وأيضا خبر بعنوان قانون الإجارات القديمة حقوق مرضية للملاك والمستاجرين قريبا وأيضا خبر بعنوان متحدث الحكومة ملف الإجارات القديمة شديدات الحساسية وفتحه يحسب للحكومة أهلا بكم قبل ما أبدأ معاكم التفاصيل للأخبار أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك متحدث الحكومة ملف الإجارات القديمة شديدات الحساسية وفتحه يحسب للحكومة قال السفير نادي السعدة المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ملف الإجارات القديمة من الملفات شديدات الحساسية والشعيكة في ذات الوقت وأن جهود الحكومة في فتح هذا الملف يعتبر سابقة لما تقدم عليه أي من الحكومات السابقة وكشف السعدة أن هذه القضية مهمة للغاية وأن فتح الحكومة لهذا الملف يعطر رسالة مفايدة أنه لن يضار أحد مضيفا أن كل التخوفات الحالية من قبل المستعجرين الذي يقول أنه لنتمكن من توفير مسكن بدي في الفترة الانتقالية وأنه سيكون مصيره مع أصرته في العراء أضاف سعد ورسالتي لهم الحكومة لن تترك أحد في العراء وصفت وفر المسكن البديل خلال الفترة الانتقالية ولذي يريد هذه الوحدات بالبديلة بالتملك سيكون متاح عنه بالإيجار أيضا متاح ليس ذلك فقط بل أيضا من ضمن التسهيلات أن يعفي طالب الإيجار من أي مبالغ مقدمة حتى لكل كاهل هذه الفئة التي ستضطر لمغادرة وحدات السكنية بعد التحرير العلاقة الأجارية قام أعلق على تحديد فترة انتقالية فيما يخص السكن والتجاري كما تم في الاعتبار قال السفير سيكون هناك فترة انتقالية تختلف في الشق السكني عن الغير سكني في القانون الذي نعمل عليه حيث سيتناول كافة أنحاء وأنواع السكن المخصصة لأغراض السكن وتلك المخصصة لغير السكن وأوضح كذلك أن الاختلاف الوحيد في مشروع القانون الذي يعقف عليه هو أن الفترة الانتقالية ستختلف فيما يخص الوحدات الموجرة سكنيا عن الغير سكنية حيث قد تطول في الأولى الفترة الانتقالية بمدة عام أو عامين وهي ليست أرقام نهائية قائلا على سبيل المثال وهي ليست أرقام نهائية لو فرضنا أن الفترة الانتقالية التجاري ثلاثة سنوات سيكون السكني خمس سنوات حيث أن الأخير سيحتاج لفترة أطول للظروف الاجتماعية والشدد أن مشروع القانون الذي يعمل عليه الآن سيورد فيه مدة الفترة الانتقالية الخضاء على النقاش وستكون مفتوحة للحوار المجتمعي قبل أن يتم الاتفاق عليه وحاول مدة عمل اللجنة المشكلة قال سعد أن اللجنة ستنجز عمالها سريعا لكن سيحتاج وضع سقف زمني له هو الحوار المجتمع قال أنه لا يمكن باية حال من الحوار أن يكون سقف الحوار المجتمعي مفتوح لما لا نهاية على مدار ثلاثين عاما أقمنا حوارا مجتمعيا بلم يفضي لشيء والفارق أن مشروع القانون الذي سوف تقترح اللجنة هيكون حوار مجتمعي تتبناه الدولة سينتج عنه شيء في النهاية ويصل لقانون نهاي أهاب سعد كذلك باللجنة بعد الانتهاء من ذا المشروع أن تضع سقفا زمنيا لهذا الحوار المجتمعي قالا يعدها ناخذ كل العراء ويحل مراحلهم وشيئا أن العضاء اللجنة جادة في الانتهاء من هذا الأمر لكن الحوار المجتمعي هو من سيحدد إمكانية الانتهاء من القانون قبل الدولة البرلمانية الحالية أو ما بعدها قانون الإجارات القديمة حقوق مرضية للملاك والمستاجرين قريبا قانون الإجارات القديمة واحد من الكوانين المهمة التي تشغل الرأي العام لأسهمة في ظل العلاقة الإجارية المتعزمة بين المالك والمستاجر في عالم مدار السنوات الماضية ومر هذا القانون بعملية مخاطة كبيرة بعد جامعة بالفشل أزمة القانون الإجارية قانون الإجارات القديمة صعبة على حكومات وبرلمانات سابقة الاقتراب منه باعتباره كنبلة موقوتة فالمستاجرين يرون أن استمرار العلاقة الإجارية أمر لا يمكن المساس بها ويجب الإبقاء عليها كمنقول موروث للأبناء حتى ولو لم يقتنوا هذا العقار على الجانب الآخر يأل الملاك أنهم ظلموا من غراء الإبقاء على الكيمة الإجارية كما هي الأقصى من 30 أو 40 عاما رغم كل التغييرات الاقتصادية والمالية الحوار المجتمع حول قانون الإجارات كثير من الحوارات المجتمعية شهدها قانون الإجارات القديمة لا سيما في الظل تقدم عدم النواب في الفصل التشريع الأول بمقترحات تعديل صياغة العلاقة الإجارية قال الناب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب للوطن نحن وأمام ملف شاك ومعقد كل طرف من أطراف عقد الإيجار متمسك بحقه ولا أحد يبحث عن حل جزري لتعويض الملاك عما حملوه من أعباء مالية وتأثيرات اقتصادية نتجت عن تدني الكيمة الإجارية للوحدة السكنية الموجرة واستطرد شكري الوحدات السكنية الموجرة لا يزيد إيجارة عن عشر جنيات رغم أن كيمة الوحدة السكنية قد تصل لملايين الجنيات خاصة إذا كانت في المناطق الزمالك ومصر الجديدة وأشعر وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب لأن المستجرين يرون أن تحريك كيمة العلاقة الإجارية سيحمله مع أباء مالية كبيرة لا يسوف حاجة لها مبينة أن تعديل قانون الإجارة القديم لابد أن يحدث عاجلا أم عاجلا ومنذ أيام أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وطنية تضم موثلين عن وزارات التنمية المحلية والإسكان والعدل بجانب عدد من رؤساء اللجانة البرلمانية المختصة بمجلسية النواب وشيوخ وذلك بادر تعديل قانون الإجارات القديمة المسودة الأولى لتعديل قانون الإجارة القديم وأكد النائب أحمد السيجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واحد أعضاء اللجنة الوطنية المشكلة لتعديل قانون الإجارات القديمة لأن لجنة الوطنية تعمل حاليا على صياغ شكل جديد للإعلاقة الإجارية مضي لطرفيا العلاقة الملاك والمساجرين وأضاف السجين للوطن أن أول مسودة تعجلات قانون الإجارات القديمة ستكون خلال 15 يوما للي يجري مناقشتها بشكل متوازن لفتن لأن الحكومة والبرلمان يعملان على حماية حقوق المسجينة دون إخلاء مع عطاء مزيد من الحقوق للملاك والاستماع لمطالبهم صداء الإجار القديم البرلمان والحكومة إد واحد للتخلص من الأزمة تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانوني حافظة لحقوق الجميع والنواب يقفون بين مطرق الطرفي من ناخبيهم لا يخفي على أحد أن الإجار القديم يمثل صداء عن فراس المشرع المصري والممثل للشارع في مجلس النواب فهو يقف بين مطرقة المساجر وسنداد المعجر فارق منهما يتمسك بتلابيب القانون الذي مر عليها بدلا من العصر أربعة والآخر يطالب بتنفيذ روح القانون والنظر إلى مصالحه التي يحرمها منها القانون خلال الفصولة التشريعية الماضية كان مجلس النواب بمسمىها الجديد ومجلس الشعب بالمسمى القديم يتطرك لعدد من مشروعات كوانين كان ينتظر منها أن توجد حلا يرضي الجميع لكن شيئا لم يحل حتى هذه اللحظة التي ينظر فيها مجلس النواب مشروع قانون لعدة التوازن بين المجلس والمستاجر ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة أو المناقشة لقانون الإجار القديم متضمن تعديلات يخص الشخصات الاعتبرية لغير السكني تحت مسمى مشروع قانون بشأن إجراءات وموعيد إخلاء الأماكن المجلس للأشخاص الاعتبرية لغير غرض السكني في دول العصار والتدعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد